ترجمة نانسي قنقر وتم تسليم الجائزة خلال نعقاد الجمعية العمومية السادسة والسبعين في قصر الأمم المتحدة بيجنيف حيث سلم الدكتور تيدروس كبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية الجائزة للدكتورة الجلاهمة بحضور رئيس الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية وخلال كلمتها في الحفل حثت الدكتورة مريم الجميع على مواصلة العمل من أجل تعزيز الصحة والرفاهية في مجتمعاتهم مؤكدة أن المجتمعات لديها القوة لإحداث فرق من خلال اتخاذ إجراءات لتحسين النتائج الصحية للشعوب أود أن أعرف عن امتناني لبطني مملكة البحرين وأشكرها على ريادتها وأود أن أشكر أسرتي على دعمها المتواصل وعلى اعترافهم بعملي وجهدي أود أن أهدي هذه الجائزة لكل العاملين في مجال الصحة في بلدي وفي كل أنحاء العالم أولئك الذين كرسوا حياتهم من أجل أن يضمنوا أن الآخرين يعيشون حياة تتسم بالصحة والسلامة هذه الجائزة ليست فقط اعترافا بعملنا الدأوب ولكنها أيضا تشهد لتفانينا وشغفنا في إطار رغبتنا بإحداث أثر إيجابي في العالم عملت لمدة 37 عاما في مجال الصحة بصفة طبيبة أو في مناصب إدارية أو كمتطوعة وأن هذه التجربة كانت تجربة إيجابية للغاية وأن الترويج للصحة لتانم كان في قلب عملي